اشتركوا في القناة حكمه انواع الفاعل الفاعل هو اسم مرفوع مذكور قبله فعله قام بالفعل او اتصف به يعني هذا الكلام اسم يبقى اذا الفاعل لا يكون فعلا ولا حرف مرفوع اذا الفاعل يكون مرفوعا ليس منصوبا ولا مجرورا مذكور قبله فعله يبقى لا بد ان يكون الفعل مذكورا قبله مثلا كتب محمد كتب فعل ماضي ومحمد فاعل مرفوع على مترفعه طيب لو ان الفعل لم يذكر قبله وذكر بعده لم يكن فاعلا وتحولت الجملة من الفعلية الى الاسمية هب اننا لو قلنا محمد كتب محمد مبتدأ كتب فعل وفاعل في محل رفع خبر عن المبتدأ طيب قام بالفعل الفاعل احبابنا القرام اما ان يكون هو الذي اوجد الفعل فعلا في الحقيقة وانشأه مثل كتب محمد محمد هو الذي فعل الكتابة وانشأها او يكون الفعل الفاعل ليس هو الفاعل الحقيقي يعني ليس هو الذي انشأ او اوجد الفعل وانما مقرد اتصف به فقط يعني مثلا عندما اقول هلك محمد مات محمد انكسر الزجاج قال لا هل الزجاج هو اللي انكسر هو اللي انكسر نفسه لا لابد من فاعل اخر هو الذي كسر لكن اسندنا الانكسار الى الزجاج لاتصافه بالكسر يبقى اذا هناك فاعل حقيقي وهناك فاعل نحوي هذا هو الفاعل النحوي الذي ايه نتحدث عنه ف فالمؤلف هنا قال قام بالفعل ليشمل الفاعل الحقيقي او اتصف به ليشمل الفاعل النحوي تمام ليدخل ضمن الفاعل هذه الامثلة هلك محمد فهلك فاعل ماضي محمد فاعل مع ان محمد ليس هو الذي فعل الفعل وانما فعل به تمام كذلك مات محمد ليس هو الذي امات نفسه وانما الله عز وجل هو الذي يميت الجميع تمام لكن عد هنا فاعلا نحويا لان الفعل اسند اليه اسند اليه تمام طيب حكم هذا الفاعل الرفع يبقى اذا الفاعل دائما مرفوع لا يكون منصوبا ولا يكون مجرورا عفوا طيب انواع هذا الفاعل انواع هذا الفاعل الفاعل عندنا اما ان يكون اسم صريح مثل كتب محمد او اسم غير صريح يعني مؤول عندما يقول ربنا جل وعلا اولم يكفهم انا انزلنا عليك اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب انا انا وما دخلت عليها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل يعني اولم يكفهم انزالنا اذا الفاعل قد يكون اسما صريحا لا يؤول تمام وقد يكون اسما غير صريح يعني يؤول بمصدر كما في قوله تعالى اولم يكفهم انا انزلنا يعني اولم يكفهم انزالنا طيب هذا الاسم الصريح حضرات اما ان يكون اسما ظاهرا او ضميرا يعني الفاعل اما ان يكون اسم ظاهر مثل كتب محمد او يكون ضمير مثل ضربتو للمتكلم وضربنا تمام وهكذا بالنسبة وكذلك بالنسبة للمخاطب عندما اقول مثلا ضربت وضربتي للمخاطبة المؤنسة وضربتما وضربتم كل هذه الضمائر تعرب فاعلا يعني اذا الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا سواء ضمير متصل او ضمير منفصل هذه ضمائر متصلة طيب نريد فاعلا ضميرا منفصلة اقول ما ضرب الا انت او ما ضرب الا هو وما ضرب الا هما ما ضرب الا هم ما ضرب الا هن وهكذا ما ضرب الا انت وانتما وانتم وانتن كل هذه ضمائر منفصلة تعرب فاعلا طيب نخلص من هذا احبابنا القرام ان الفاعل هو اسم مرفوع يزقر قبله فعل تمام هذا الفاعل اما ان يكون قد قام بالفعل على سبيل الحقيقة او اتصف به يعني بمعنى ان الفعل اسند اليه ولم يكن هو الفاعل الحقيقي لهذا الفعل طيب حكمه ايه الرفع دائما الرفع دائما تمام طيب سواء كان مرفوعا بالضمة مثل جاء محمد او بالالف جاء المحمدان او بالواو جاء المحمدون تمام كذلك ايضا كما في الاسماء الستة جاء ابوك ايضا مرفوع بالواو طيب انواع الفاعل كما كنا الفاعل قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما غير صريح والاسم الصريح اما ان يكون اسم ظاهر او ضمير اسم ظاهر مثل كتب محمد والضمير قد يكون ضميرا متصلا مثل ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتنا او ضميرا منفصلا مثل ما ضرب الا هو ما ضرب الا هما فكل هذا فهو وهم وهما وهم وهن هذه الضمائر ضمائر منفصلة تعرب في محل رفع فاعل تمام هذا ملخص للفاعل واحكامه بكل سهولة ويسر بذلك نكون قد وصلنا الى ختام هذا الدرس نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بعلمه وان يعلمنا ما ينفعنا انه ولي ذلك والقادر عليه و الى لقاء اخر ان شاء الله تبارك وتعالى اترككم في رعاية الله وامنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة